بعد ما اشتغلنا حالة عدم القدرة في الدرس الماضي صار الوقت نتعرف على حالة القدرة نشتغل اليوم على حالة عكسية من حالة عدم القدرة نشتغل اليوم على حالة الفعل في مصدر القدرة على القيام بالفعل باللغة العربية نستخدم نحن تعابير لأجل ندل على حالة أن الفاعل استطاع أو سيستطيع القيام بالفعل نستخدم حالة استطاعة يعني فعل الاستطاعة أو حالة تمكن يتمكن أو حالة قادرة سيقدر يعني أنا استطعت الكتابة أو أنا استطيع الكتابة أنا تمكنت من الكتابة سأتمكن من الكتابة نستخدم هل تعابير هدولة للدلالة على حالة وكأنه كان في عائق ولكن الفاعل استطاع بالرغم من وجود العائق بأنه يقوم بالفعل الفلان طبعا هذا كلام يعاكس ما حكيناه في الجلسة الماضية حالة عدم القدرة كان هناك في رغبة ولكن ما في قدرة على القيام بالفعل هذا الكلام باللغة التركية أيضا تم اختراع صيغة جديدة صيغة هم شكلوه كمصدر هم بنفس الوقت تستخدم في الجملة بكل الأزمنة في الماضي في الحاضر في المستقبل لأجل تعطي دلالة القدرة أو الاستطاعة على القيام بالفعل صيغتنا كتسمية في قاموس القواعد في اللغة التركية اسمها يتارليكيبي يتارليكيبي يعني راح نسميها حاليا كتسمية بمنهاجنا صيغة القدرة أو صيغة الاستطاعة فينا نسميها أيضا طيب شو شكلها أول شي هون بالعربي استطاع تمكن أو هو قادر على القيام كلمات مستقلة باللغة التركية هون اختراعوا الشكل التالي شبابنا جابوا جزر الفعل كوك زائد اللاحقة ثنائي لاحقت التوجه مع الفعل بيلمك يعني تصار عندي دمج فعل مع لاحقة مع جزر الفعل الأساسي صنعوا مصدر جديد نرجع نقرأ الصيغة مرة تانية كوك زائد ثنائي بيلمك هون بيلمك ما لها أي علاقة بحالة المعرفة يعني ما عدا بيخصد فيها الفاعل المتكلم بأنه هو يعرف القيام شيء الفلاني فيه فرق كبير بين يعرف وبين يستطيع هالصيغة هي شو بنا لأينا ترجمة حاليا رحنا لأينا ترجمة على شكل التالي القدرة على القيام بالفعل القدرة على القيام بالفعل طيب هلأ شو أن محالة المعرفة لا تتناسب أبدا ما لأي علاقة بمعنى القدرة لما أكون تالي أنا أعرف السباحة ولكن لا أستطيع السباحة اليوم بسبب البرد بسبب عائق جسدي فأنا أعرف السباحة فعل السباحة أنا أعرفه أعرف القيام به ولكن لا أستطيع القيام به لأسباب حاليا تمنعني من القيام هون بيل مك نرجع نشوف تالي شبابنا جزر الفعل التوجه مع بيل مك مع بن كتب و بن فصلين عبارة عن قطعة ثابتة هي فعل كامل مصدر كامل بياخد معنا حالة القدرة على القيام بالفعل طبعا الجزر إذا كان منتهي دائما بحرف صوتي رح نستخدم الحرف ي كعازل بيناتهم أيضا هون تحت الزائد حطينا الي دلالة على في حال وجود جزر منتهي بحرف صوتي نستخدم الحرف العازل طبعا هذا الكلام نجي على أرض الواقع حاليا نشوف جمل نحناش قيمت ممكن أستخدم القدرة وشو رح يكون عندي المعنى اللي بدي أوصل إليه نشتغل أول مثال بالعربي أول شي أنا أجبته على الأسئلة في نصف ساعة دخلت على امتحان طلعت قلت لزملائي أنا أجبته على الأسئلة في نصف ساعة فعل الإجابة كان عندي أكتر من معنى رح أستخدم أنا حاليا فعل يلي هو بالعربي إنه أجابة على الأسئلة بياخذ على باللغة التركية فعل خاص بياخذ مفعول به فعل متعدد كيف سارى جملة معنى ها تم سورو رح أجبت على جميع الأسئلة معنى ها تم سورو رح يارم ساعة تجيب تلدين تم سورو رح يارم ساعة تجيب تلدين أجبت على جميع الأسئلة في نصف ساعة هون أنا ما أعطيت قدرة حطيت أنا أجبت عليها هلا إذا بدأ وضحت تالي بأن الأسئلة كانت صعبة ومع ذلك أنا استطعت الإجابة على الأسئلة في نصف ساعة أو تمكنت من الإجابة على الأسئلة في نصف ساعة يعني هون إذا ذكرت كلمة استطعت أو تمكنت بدماغي بالعربي بالنهاية نحن مثل ما أنا ما عم بنترجم حرفياً الكلام من اللغة لللغة بهمني أنا الدلالة اللي أنا عم بقصدها إذا أدى أبين حالة أنا صار عندي قدرة على الإجابة على الأسئلة في نصف ساعة شو رح صاري هون عندي أنا الجملة تحافظ على شكلها بالكامل بدون أي تغيير فقط cevapladım يعني فعل cevaplamak رحن حاولوا إلى حالة القدرة شو صارتوا جملة هنا توم soruları yarım saatte cevaplayabildim شو عماننا cevapla جزر الفعل عند ينتهي بحرف صوته حطين اليل عازل زائد التوجه مع bilmek استغنين عن المك طبعا هنا بندن حط لا حق الزمن ولا حق الزمير الشخصي صار عنده هنا cevaplayabil هذا صار جزر القدرة القيام على الفعل ودن لا حق الزمن الماضي مع عزال شخصي لا حق الزمير الشخصي اذا توم soruları yarım saatte cevaplayabildim استطاعت أن أجيب مثال أيضا هنا على نقطة تانية مثلا أنا استطيع الكتابة باللغة التركية والقراءة ولكن لا استطيع التكلم بشكل طليق بطلاقة أيضا هنا أستطيع الكتابة والقراءة باللغة التركية ما نها أنا هون صار عنده türkçe yazabiliyorum okuyabiliyorum türkçe yazabiliyorum yazabiliyorum yani أيضا yazmak فعل استطاعت استطاعة القدرة على الكتابة توجهما biliyorum şimdiki şimdiki zaman türkçe yazabiliyorum ve okuyabiliyorum okuyabiliyorum أيضا هنا okumak انتهى بحرف صوت حطين ليه عازل زائد صيغط نما şimdiki zaman yazabiliyorum ve okuyabiliyorum ama akge konshamiyorum akge konshamiyorum جملة ثانية صارت حالة عدم القدرة شفناها الدرس الماضي إذن ولكن لا أستطيع التكلم بطلاقة كلمة طليق يعني الكلام الطليق هو كلمة akge منحطها قبل الفعل صارت بشكل طليق صار عندي akge konshmak عندي هذا المصطلح انه akge konshmak شفناه سابقا التكلم بطلاقة هوني أنا لا أستطيع التكلم بطلاقة صار عندي حالة عدم القدرة akge konushamıyorum أعرى هالجملة مرة ثانية تركçe yazabiliyorum okuyabiliyorum ama akge konushamıyorum لا أستطيع التكلم بطلاقة أيضا هون نشتغل على مثال آخر رقزو على تالي شباب سنستطيع أن ننتج بضائع بجود أعلى بفضل الأجهزة الجديدة نحن بما عمل استوردنا أو اشترينا أجهزة جديدة مكانات جديدة عم بعطي أنه هالتعبير حاليا ليز ملائف العمل سنستطيع أن ننتج بضائع بجودة أعلى بفضل الأجهزة الجديدة هون سنستطيع أو سنتمكن أو سنقدر شو ما حطيت اللغة التركية دائما عندي طالما سنستطيع أن ننتج صار عندي هنا أنا بينات حالة الإنتاج مع الاستطاعة فعل الإنتاج هو اريت مك القدرة على الإنتاج صار عندي أنا جزر جديد أو فعل جديد أريت بالمك أريت بالمك القدرة على الإنتاج نيجي هون على أرض الواقع على الجملة عندي أول شي بفضل الأجهزة الجديدة شبابنا كلمة بفضل شفناها أيضا سابقا بدروسنا في الكتاب عبارة عن كلمة ساية مع ملكية مع تواجد هون بفضل شو مو بفضلي أنا لو كان بفضلي كان سايندة بفضلك أنت سايندة كانت هون حاليا بفضل الأجهزة الجديدة صار عندي يني مكنeler الأجهزة الجديدة بفضلها مع ملكية صار عندي هون يني مكنeler sayesinde يني مكنeler sayesinde بداعا بجود أعلى daha kaliteli ürünler daha kaliteli ürünler كلمة ürün إنه يكلمة سلعا لما نجمعها ürünler صار بماعنى سلع بماعنى بداعا عنده كلمة مال أيضا فيلنا تبراها بداعا إذن يني مكنeler sayesinde daha kaliteli ürünler üretebileceğiz صار عندي هون مستقبل يني مكنeler sayesinde dahakkaliteli ürünler üretebileceğiz هلا هون لما صار عندي الفاعل عبيكون دائما ضمير شخصي شوفوا هون أيضا نقطة خلاف بين العربي والتركي لم يكون الفاعل ونفرض شخص آخر عمليا لأنه ليش فعل يستطيع فعل يقدر فعل يتمكن باللغة العربية هو عبارة عن كلمة مستقلة لكن باللغة التركية هي عبارة عن قطعة من أصل الفعل يعني مثلا تالي تمكن أخي من الركض خلينا اعتبر ساعة كاملة لمدة ساعة فوصل عندي أنا شوفوا تمكن أخي من الركض يعني استطاع أخي أن يركض يعني أخي كان قادرا على الركض دائما هون عندي تمكن الفاعل من القيام بالفعل يعني عندي تفريق بينات هون باللغة العربية باللغة التركية هون شو رح سيحصل عندي التمكن من الركض عبارة عن فعل واحد هذا كلام شفنا أيضا لما حللنا جمل الفعل المسبب أخي هو الفاعل صارت الجملة هون كارديشم بيرسات كوشا بلدي كوشا بلدي قطعة وحدة هي تاخد معنا كلمة تمكن من الركض أو استطاع استطاع أن يركض أخي الفاعل بالعربي عب يدخل بيناتهم باللغة التركية في أول جملة معناها كارديشم بيرسات كوشا بلدي استطاع أن يركض ساعة كاملة أو لمدة ساعة هذا كلام بالنسبة لحالة الاستطاعة مع الماضي مع الحاضر مع المستقبل بنا نشتغل حاليا على حالة الواسع شباب بحالة الزمن الواسع سيكون عندي استخدامين أساسيين للزمن الواسع في حالة القدرة طبعا هذا كلام بالنسبة لجملة الفعل المثبت سنشتغل الجلسة القادمة على حالة الواسع في جملة السؤال لأن نقولها أيضا استخدامات مختلفة تماما عن الحالة المثبتة الواسع في حالة المثبت مع فعل القدرة يعني صيغة القدرة تأخذ الدلالة الأولى هي دلالة القدرة دلالة العامة الدلالة الثانية هي إحدى دلالات الاحتمال رح تتشابه مع عمل الدير وباعري ضر يلي أيضا شفناها في الجلسات السابقة إنها ليست التأكيد وإنما حالة التوقع فهون رح نشتغل حاليا على الاستخداء الشكل الأول لصيغة القدرة مع الزمن الواسع هنا حسب معنى الجملة رح يبين معايا ترى المقصود هو احتمال ولا هو حالة قدرة على القيام الفعل يعني مثلا نجي على جملة هون باللغة العربية واش نحكيها هون في شخص عنده خير نعتبر عنده موضوع في مشكلة عنده فأنا قال له التالي أنا قادر على مساعدتك في هذا الموضوع يا أنا أستطيع أن أساعدك في هذا الموضوع شو ما حطينا هون كترجمة بالعربية شو رح كونه يقابلها فعل المساعدة يعني أنا أستطيع أن أساعدك فعل المساعدة عنك ياردم etmek ياردم etmek بالعربية يساعده ياخد مفعول به ياردم 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 باللغة التركية ياخد توجه فهون أنا أستطيع أن أساعدك في هذا الموضوع معناها bu konuda sana yardım edebilirim bu konuda sana yardım edebilirim أنا قادر على أن أساعدك في هذا الموضوع هون إذا نستغني عن الترجمة نستغني عن العربية bu konuda sana yardım edebilirim هون واضح من الشكل الكلام يعني القدرة على المساعدة شوفوا مثال آخر مثلا شخص أنا هنا نحن اليوم بالعمل أول أنا هنا bugün أركن çıkabilirsiniz أنا بحكي مع موظفيني في العمل bugün أركن çıkabilirsiniz شو سحصول معناها يعني اليوم تستطيعون أن تخرجوا مبكرا يعني عب أعطيهم للإذن معناها أنتم اليوم لديكم القدرة على الخروج مبكرا أنتم تستطيعون الخروج مبكرا مثال آخر بالعربي هالمرة أيضا أعطيكم عندي صديق بريد فأنا بدي أعطي دعم نفسي قال له أنا أن تقادر على أن تهزم هذا المرض أنت تستطيع أن تهزم هذا المرض فعل الهزم أو التغلب على فعل يان ميك شفناه بدرس الزمن الواسع أيضا يان ميك بياخد مفعول به أن ترجمته يتغلب عليه ولا يهزمه ولا يفوز عليه شو ما أعطيته ترجمة بالنهاية بياخد دائما مفعول به هو صار عندي أنت قادر على هزم هذا المرض كمان هون استخدمته مع زمن الواسع بمعنى هذا هو رأي بيك أنت قادر على التغلب على هذا المرض هدول بالنسبة لإستخدامات الأزمنة كلها في حالة القدرة هلأ بعد الفاصل راح نشتغل على استخدام الزمن الواسع بدلالة الاحتمال نقارنها أيضا مع الديرو بايري كيف عبصير عندي أنا شو الفرق في المعنى بين ضر والواسع مع حالة القدرة بحالة الاحتمال القسم الثاني نشتغل على صيغة القدرة مع الزمن الواسع اللي راح تعطيني دلالة الاحتمال حاليا هون شو راح كون عندي دلالات بالعربي بنفس المبدأ يعني بالدرس لما اشتغلنا على اللاحقة ديرو بايري انه تاخد ديرو بايري معنى اكيد هو هيك او على الاغلب هو هكذا يعني ان الاحتمال اللي انا فيك متكلم شبه واثق من انه توقعي راح يطلع صحيح هلا حكينا بعدها عن حالة درجات التوقع انه عندي كل انسان عنده اسلوب بنبرة الصوت بالعبارات اللي يستخدمها ليوصل رسالة هو لأي درجة عنده ثقة بتوقعه عمليا انه على الاغلب على الارجح هي الدلالة لحد الاقصى من حالة الثقة بالتوقع التبعي حاليا عندنا التوقع الاخر مثل على سبيل المثال انا نظرت الى السماء فلاقيت انه الغيوم يعني واضح انه في احتمال تمطر وشو راح اشتغل انا بالتركي هوني او شو راح اشتغل بالعربي اول شي ممكن اقول تالي غدا قد تمطر او احتمال ان تمطر غدا وفي شخص ممكن اقول لي انا غدا من المؤكد انها ستمطر من المؤكد اللي اقولنا عنها حتى بالعربي عبتعط رسالة الاحتمال قد تمطر غدا احتمال ان تمطر غدا يعني حالة رسالة الاحتمال اللي انا اتوقع ولكن باحتمال صغير شو راح يكون يقابلها في اللغة التركية ركزوا على تالي شباب شو ضفت يا مور يا مك حكينا عن فعل هطول المطر يا مك يا الجزر توجه مع مع بعض مع الزمن الواسع دائما يعني حالة الاحتمال شبابنا بصيغة القدرة هي فقط مع الزمن الواسع مؤخرا في الايام الاخيرة عم تستخدم احيانا بين الناس بين الاتراك في صيغة شملك زمن ايضا احيانا الى الان لا يعتبر هذا كلام 100% صح يعني هو خطأ ولكن بلش يتواجد حاليا فيما بعد في حال تم ادخال هالمفهوم هذا ايضا الى المجتمع التركي واترح نطر نحن ايضا نعترف بك صيغة احتمال لكن الى الان الواسع مع حالة القدرة هي ما تصنع دلالة الاحتمال الادنى تأكدا من بالمقارنة مع ضر مع احتمالنا بضر اذا يارن يامر يعني قد تمطر غدا هل اشوفوا هون عندي هالنقطة هي شبابنا يارن يامر 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 انا كمتكلم عن بعض احتمال بس ما قلتلك يارن يامر ياجك يعني ما حطيت رسالة انه انا على سقة مطلقة ولا يارن يامر ياجكتر ان حالة انا اتوقع انه بكرة رح تمطر على الاغلب قلت هالمرة هون ظغرت من قيمة التأكد تبعي يامر يابلر شفوا مثال اخر انا حاليا بدأ بدرس ما عطل الله برحالهم تالي بغنك درس اركن bitecek بغنك درس اركن bitecek درسنا اليوم سينتهي مبكيرا انا بالأصل معنى ها مقرر بأنه درسنا اليوم سينتهي مبكيرا اطيت انا جملة سادة بغنك درس اركن bitecek نجا على شكل تاني بغنك درسميس اركن bitecek تر شو هون صار تر وجودها في الجملة هون انا ملي مقرر يعني احتمال انه هون صار عندي اكتر من خبر وصلني ممكن في حدا بلغني بانه عنه اجتماع رح يصير في المدرسة بوقت محدد فانه قد اضطر اني الغي لهذا الدرس مبكيرا يعني عم بعط رسالة درسنا اليوم اكيد سينتهي توقع لكن ما هو قرار انا ااخده مسبقا صار هون بغن كدرسميس اركن بتجكتر هلا ثلاثة انا حاليا با عطي لطلاب موضوع ما عم بأكدن توقعي بانه رح يكون مية صائب عم بأكدن رح عطين حالة توقع اضعف عمليا يعني شو رح احتيهون بالعربي يعني معناها قد ينتهي درسنا اليوم مبكرا قد ينتهي مبكرا هون مو من المؤكد انه سينتهي مبكرا بحسب توقعي قد ينتهي يعني في احتمال في احداث اذا حصلت قد ينتهي مبكرا صار عندي هون الاحتمال الادنى قوة شو رح يكون والله باللغة التركية بغن كدرسميس اركن بتبلر بغن كدرسميس اركن بتبلر ايضا بتمك توجه مع بل كصيغة قدرة لكن في الزمن الواسع عطت معنا حالة قد ينتهي من المحتمل ان ينتهي يعني عبارة عن حالة احتمال بدرجة ادنى هلأ نعم المقارنة ايضا بهالشكل التالي شبابنا الصديق من اصدقائنا سأل عن صديق ايضا اسمه هاشم قال لي هاشم شوان ناردة هاشم شوان ناردة اين هاشم الان عندي ثلاث اشكال ايجابة رح تصير ا جاوب قال له هاشم شوان ايفده هاشم الان هو في المنزل بهالجمل هاي المتكلم شو عبيعطي رسالة انا على ثقة مطلقة بمعنى انا شاهد على وجوده في المنزل انا قبل ما اطلع من البيت شفته في البيت فحاليا انت عبتسألني على هذا السؤال انا عب بعطيك شيء انا شايفه بعيني هاشم شوان ايفده شوفوا التاني شو حكا قال لي هاشم شوان ايفددر هاشم شوان ايفددر هالدير هي شو قصد فيها معناها طلع على الساعة الساعة حاليا هي ساعة وجود هاشم في المنزل عادة فقال له هون هاشم على الاغلب هو الان في البيت فهون اعطاني در رسالة توقع وهو شبه واثق من صح التوقع هاشم شوان ايفددر طب اجاني حانين على حالة عكسية على حالة تصغير من قيمة التوقع تبعه قد يكون في المنزل هون صارع عندي رجز شبابنا عبارة عن جملة اسمية هاشم ايفدد كيف بدي حولها لحالة توقع مع الزمن الواسع عندنا نجيب الفعل المساعد علمك رحصري جملة هون عن شكل تالي هاشم شوان ايفدد olabilir هاشم شوان ايفدد olabilir olabilir بمعنى قد يكون مع مين رح تجي مع جملة اسمية قد يكون في المنزل هاشم شوان ايفدد olabilir قد يكون هاشم الان في المنزل هذا كلام نفسه على اي سلعة عم نسأل انا وصديقنا شفنا قلم عجبنا بندنشتري فسألتو انا سانجا بو kalم سانجا بو kalم بحال مدر حتى هون بآخر جملة لازم ضيف اليها شو قصد يانا بحال مدر يعني برأيك هادا القلم ممكن يكون غالي سانجا بو kalم بحال مدر هلا ايضا شوفوا الاجابات هون شخص قال لي بو kalم بحال هادا القلم غالي ما قال لي ضر ولا أعطاني اي دلالة يعني جملة سادة بو kalم بحال يعني هذا القلم غالي وانا بعرف سعره اساسا مسبقا اين شو قال لي قال لي بو kalم بحال ضر بو kalم بحال ضر هذا القلم على الأغلب غالي اكيد هذا القلم غالي بتوقع يعني أنا ما سألت سابقا عن سعره ولا بعرف شي عن سعره ولكن من شكله واضح أنه غالي بو كلم بهالدر الثالث شو راح يعطيني جواب هون قد يكون القلم غالي قد يكون يعني تصغير من قيمة التأكيد شو راح اللي هون أيضا بما أنه جملة اسمية كلم بهالدر راح نستعين بي أولابلر صار عندي هون بو كلم بهالدر بو كلم بهالدر يعني قد يكون هذا القلم غالي هون احتمال أدنى أدنى قوة فهون عندي دائما معناها ضر رسالة الاحتمال بحالة المتكلم شبه واثق من توقعه الواسع في صيغة القدرة أحد استخداماتها دلالة على حالة احتمال أن يكون هذا الشيء حاصل أو هذا الشيء يحصل عادة هو عبارة عن أحد أشكال الاحتمال بالحد الأدنى ناخد أيضا حالة استخدام حالة الاحتمال مع الزمن الواسع بصيغة المبني المجهور رح نعطي أيضا آخر مثالين على حالة المبني المجهور مثلا عندي كولي سميها بالعربي علبة علبة كرتون عمليا صندوق كرتون كبير اسمه كولي طيب وفي أغراض فأنا بدي أعطي تنبيه تحذير لأشخاص عب يحملوا الكرتوني عب يحملوا العلبة الكرتوني وأنهم تاري أنا كولي دكي أشيالر كرلا بلر كولي دكي أشيالر كرلا بلر كرلا بلر استخدم كرلمك فعل أن يكسر الانكسار توجه بالمك زاد الواسع كولي دكي أشيالر الأغراض التي فيه الصندوق الكرتوني هون كرلا بلر شو بدي أستخدم أنا هون مع التعبيري صار تستطيع أن تنكسر صار هون قد تنكسر الأغراض التي في الكرتوني التي في العلبة في الصندوق قد تنكسر يعني احتمال أن تنكسر أو الأغراض التي فيه الصندوق قابلة للانكسار شو ما ترجمت قابلة للانكسار قد تنكسر يمكن أن تنكسر كل هالكلام هو عبارة عن كرلا بيلر ما بهمني دائما مثل ما أن ما بهمني أدور على ترجمة حرفية لكل صيغة موجودة في اللغة ويكون حصرا يقابلها ترجمة وحدة في اللغة العربية نأخذ أيضا هنا مثال آخر على الشكل التالي لدي أخذ هذا القميص من محل فهون بده يروج للقميص يعني يخليني أنا آخذه عملية رحل التالي هذا القميص يمكن أن يلبس صيفا شتاءا يمكن أن يلبس هذا القميص قابل لأن يلبس صيفا شتاءا يعني يمكن قابل شو ما كان عندي يكون أن يلبس صار عندي هون الفعل المبني للمجهول من فعل قيمك يعني قيلمك شو رح اللي هون بجوم لك ياز كش قيلة بلر بجوم لك ياز كش قيلة بلر فهون قيلة بلر بمعنى هو قد يلبس قابل لأن يلبس يمكن أن يلبس يعني يقبل كلها المعاني هون حالة بمعنى فيه احتمال فيه امكانية أن يلبس صيفا شتاءا بجوم لك ياز كش قيلة بلر هذا أعتقد حاليا الشرح النظري الأول كخطوة أولى كافي حاليا لحالة القدرة في الأزمنة وأيضا بالنسبة للزمن الواسع الدرس القادم رح نشتغل على حالة القدرة في صيغة السؤال رح تعطيني دلالات رجاء تعطيني دلالات تانية أيضا رح كون درس بسيط ما رح كون فيه علي ضغط كتير وننتقل بعد أيضا خطوة خطوة باتجاه الجلسات القادمة بالآيكي تحضيرا لعملنا في البيبر على الجملة الأكاديمية في المرحلة القادمة شوفكم بخير